انكسار حصار فإحباط وألم حتى إذا استيأس البعض أشرقت شمس الثوار وألقى الجميع رايات فصائلهم وقاتلوا تحت راية واحدة هي راية فك الحصار عن حلب وأهلها نحن الآن على أسوار مدينة حلب معنى الآن لمزيد أو لمعلومات عن تطور العمليات العسكرية في ملحمة حلب الكبرى في معركة فك الحصار عن حلب معنى القيادة في حركة أحرار الشام الإسلامية في جيش الفتح حسام أبو بكر ليطلعنا على آخر تطورات المرحلة الثالثة في عمليات فك الحصار الشيخ حسام بداية السلام عليكم تحية لكم ومبارك الانتصارات التي أحرصتموها لو تشرح لنا عن سير العمليات العسكرية لمعارك فك الحصار عن حلب في مرحلتها الثالثة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية أخي هذه اسمح لي أن أحييك كونك رمز من رموز ثورتنا وقمر من أقمارها عدت إلينا وسعدتنا بعودتك لتعود وتنير هذا الدرب وتبدد ظلمة الطغاة خفافش الظلام الذين حاولوا أن نيل منك وتعد تنقل الحقيقة لتظهر العالم قاطبة ونسمح لي أن نقول لك ومراسل في الحرب جاد بنفسه لم تنثني عزماته مما يراه ركب المرؤة عكس ما يملي هواه ركضت به الأخلاق لم تركض خطاه حييت يا هادي شريفا بيننا نطقت بها أرواحنا قبل الشفاه يا فارس الإعلام يا فارس الإعلام يا فارس الإعلام بعيدة بعيدة إذن كما نلاحظ القصف لا يكاد يهدأ على المنطقة على أسوار مدينة حلب يستهدف المنازل السكنية ويستهدف مواقع الثوار في محيط مدينة حلب الشيخ حسام جزاكم الله خير على الكلام الذي لا استحقه حقيقة يعني هذا من حسن ظنكم بكل تأكيد وطيب أصلكم لكن لو تشرح لنا أو تعطي المشاهد فكرة عن سير العملية العسكرية هناك تخوف لدى الناس من أن هذه العملية ربما تتوقف ربما هناك ضغوط خارجية لو تعطينا شرح مبسط عن ما حصل خلال يوم أمس واليوم خلال بدء المرحلة الثالثة من معارفك للحصار عن حلب لا شك أن سبب العمليات الأخيرة هو منع استمرار هذا الحصار الجميع يعلم أخي هذه أن النظام منذ أن خرجت عليه هذه الثورة بدأ يستهدف المدنيين لصنع هو كبير جدا ما بين المدنيين والقاعدة الشعبية ضد الثوار والفصائل المقاتلة وأبشع الأساليب التي استخدمها أكثر من الكيماوي وأكثر من قصف البراميل والنبال والقنابل العنقودية والقنابل الفوسفورية هو الحصار كون الحصار هو موت بطيء لأهلنا وهو أبشع طرق الموت ورأينا هذا بشكل واضح في الوعر رأينا بشكل واضح في الغوطة كيف أن الأطفال تبدأ تنحل جسدها تغور عيناها تظهر عظامها ومن ثم تموت بشكل بطيء أمام أهلها وهذا أعظم وأعظم الآلام ومنتهى الألم ومنتهى الجريمة أن تحاصر واليوم أرادوا أن يستمروا في هذه السياسة النظام وحلفاء النظام ويضربوا حصار على ما يقارب 300 ألف في حلب هذا الذي لن نسمح به مهما كلفنا هنا الفصائل اليوم مترابطة العمل لم يحسب على أحد حتى المدنيين كل واحد منهم يبذل هذا الذي يحرق عجلات من أجل أن يشوش على الطيران وهذا الذي يقدم طعام لحمة عجيبة جدا أثمرت ما رأيناه اليوم بشكل واضح وصريح تقدم كبير جدا في المرحلة الأولى تقدمنا وأخذنا عدة مناطق استراتيجية من مدرسة الحكمة وتلة المحبة وتلة مؤتة وأحد ومناطق أخرى تقدمنا بشكل أسرع من المتوقع وأخذنا مسافات أكثر من المتوقع يعني في الزمان والمكان كله كان أكثر متوقع وتأييد عجيب رأينا كانت المرحلة الأولى سريعة وفضلها تعالى انهارت بها معنويات العدو وخاصة ما كبدوا من خصائر كبيرة جدا والحمد لله كانت الخصائر عندنا قليلة وقليلها جدا بالمقارنة مع ضخامة العمل الذي أنجزناه فتقدم كان تقدم هائل الأهل المستبشرون في حلب الناس كلهم مستبشرون المعنويات عالية لن نسمح بأن تتكرر مأساة الغوطة في حلب لن نسمح أن تتكرر مأساة الوعر في حلب هذا بالنسبة لنا خط أحمر هل إذا تعرضتم لضغوط أو هل هناك ضغوط معينة لإيقاف معركة فك الحصار أو في حال تعرضتم لمثل هذه الضغوط هل سوف تتوقفون؟ بصراحة الضغوطات قرأناها على الإعلام ربما تحاول بعض القوى وسمعنا بعض التصريحات بأنهم يحاولون أن يثنوا لكن لم نجد أثر من أي فصيل على الأرض بأن يثني أو يحاول أن يجعل البعض يتوقف أو يتلاجع أبدا فصائل كلها وضعت نصب عينيها لن نسمح بمأساة لثلاثمائة ألف مدني أطفال شيوخ نساء مستضعفين لن نسمح مهما بلغت الضغوطات الضغوطات لن تؤثر علينا نحن عرفنا قصدنا ووجهنا وجهتنا وإن شاء الله تعالى ماضينا بها مهما عظمة الضغوطات التي لا نبالي بها ولا نستشعر بها أصلا هي مجرد فقاعات إعلامية لا قيمة لها على الأرض طيب شيخ حسين ما هو السر الحقيقي لهذه الانتصارات التي تحصل يعني رأينا تقدم كبير رأينا تلاحم عجيب حتى نحن كسوريين تفاجأنا بهذه الانتصارات السريعة علما أنكم لا تقتلون نظام فقط تقتلون روسيا وإيران تقتلون دولتين عظيمتين بالإضافة للميليشيات الطائفية المؤيدة لهما من كل حد وصوب السر الحقيقي في هذا الانتصار وانتصارات سابقة هو اللحمة الحقيقية وإسمح لي الآن أن نوجه رسالة واضحة صريحة قرأناها بلسان حالي الوضع الآن أننا متى ملتحم ننتصرنا هذه قضية مفرغ منها تماما لم يخدم الأعداء لا روسيا ولا إيران ولا حزب الشيطان ولا أي شيء إلى فرقتنا ما خدم الأعداء كأي حالي من الأحوال ولا التحالف الذي جاء معه مع هذا النظام من روسيا وغير ولا حلفاء النظام بقدر ما خدمته فرقتنا وبأسنا الذي كان بيننا فمتى ما انتصرنا على أنفسنا والتهمنا وتجاوجنا كل خلافاتنا لا أشك أن حلب لن يفك عنه الحصار فحسب بل ستحرر وبعدها تحرير حماء وبعدها حمص وسيكون موعدنا إن شاء الله تعالى مع النظام مدحورا مهزوما مدفونا في ساحات دمشق بإذن الله تعالى إذا اتقنا الله تعالى وتجاوزنا أنفسنا والتحمنا وتجاوزنا أي خلافات بسيطة هي عند أعدائنا أضحاف مضاعفة من هذه الخلافات تجاوزوها واجتمحوا على قتلنا وسامونا سوء العذاب لنا ولأهلنا ولأطفالنا فإذا لم تجمع الألام منا شملنا اليوم فمتى؟ لم يبلغ الألم في أي مكان كما بلغ اليوم في سوريا فآنا لنا أن يكون لسان حالنا لم تلألام منا شملنا طيب سؤال أخير شيخنا ما هي رسالتك لأهلنا المحاصرين في داخل حلب سواء كانوا مدنيين أو أسكريين رسالتي صبرا إخواني صبرا وبإذن الله تعالى وعدكم إخوانكم وأبنائكم المقاتلين والثوار وإنهم إن شاء الله تعالى وبتأييد الله منجزي وعدكم سيكسر القيد ويفك الحصار ولن يسمحوا بإذن الله تعالى مهما كلفهم الثمن أن يستمر هذا الحصار الجائر عليكم هذا الله بإذن الله تعالى بيعنا نفوسنا من أجل أن نفك الحصار عنكم فيصبروا ولملموا جراحكم فإن أبنائكم منجزي بفضل الله تعالى لكم ما وعدوكم من أنهم سيحققوا لكم ويفتحوا لكم الطرق الآمنة التي أمنوها بدمائهم وأرواحهم وليس الذي أمنه النظام بكذبه وخداعه ودجله منتصرون بإذن الله تعالى وإن غدا لنظره قريب لزاكم الله خير شيخ حسام ونصد الله أن يعافيكم ويشافيكم وأن يحميكم من كل سوء ترجمة نانسي قنقر